الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تواصل عقد سلسلة استشارات وجلسات للاستماع مع مختلف الفاعلين المعنيين اليوم التقت بالتنسيقية النسائية من أجل تغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة هذه التنسيقية التي تضم أزيد من ثلاثين جمعية مدنية مزيد من التفاصيل في روبرتاج محمد ببكر ومصطفى السعدوني مستمعة بتأني واهتمام إلى أصوات النساء الهيئة المكلفة بمرجعة مدونة الأسرة أتحت لتنسيقية النسائية اختيار أنسى بالسبل لعرض تصوراتها على طاولة الحوارة مقترحة تهم تزوج القصيرات والإعمال الفعلي لقيمة المساواتة حاولنا نجمع كل هذا الأراءة وكل هذا الاقتراح في إطار مذكرة مشتركة لتقديمها اليوم والترافع من أجلها من أجل قانون أسري مساواتي قانون يضمن للنساء حقوقهن ومراكزهن داخل الأسرة التنسيقية المشاكلة من أزيل مثالتين جمعية قدمت مقترحات أخرى تتعلق بالولاية القانونية على الأبناء إلى جانب عدد من الأولويات كلها أولويات نحن طلبهم تغيير شامل المدونة الأسرة من حيث الفلسفة دي لها من حيث اللغة دي لها من حيث إلغاء المقتضايات التمييزية التي يناف مدونة الأسرة والتي تشيئ النساء التنسيقية النساء تطمح لأن تكون المدونة الجديدة جسرا يقود النساء نحو ضمان حقوقهن أو مصار تشاركي سيتح لهذه لايئة إمكانية التعرف على مكامل الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة ترجمة نانسي قنقر